موسيقى 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 حيكم تعرضت العروبة للكثير من المقاربات السلبية والنقل من جراء شردم العالم العربي والحرب والاحتراب فيه وبسبب مشاركة دول عربية في تمويل الحروب على دول أخرى إن تناول العروبة كهوية جامعة يحتاج إلى تقميش جديد بحثا عن عروبة جديدة حضارية غير مقطورة بالدين تأخذ مشروعيتها من مقبوليته في إطار مواطنة جامعة وخارج الشعارات المسيسة دكتور يوسف الشويري الذي يحمل شهادة دكتوراه في الدراسات التاريخية من جامعة كامبرج وأستاذ التاريخ في جامعتين إكستر ومانشستر سابقا ومدير مركز دراسات الوحدة العربية السابقا أيضا أفرد جزءا من أبحاثه وكتبه للعروبة مثل مسارات العروبة وعلم التاريخ العربي الحديث والقومية العربية وله كتب مثل الأصولية الإسلامية وهو في مباحثه ينطلق من خارج التموضع الديني قبل الحوار تقرير عن نشوء فكرة القومية العربية ظهرت بداية الفكر القومي عموما والقومي العربي بخاصة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ردا على التتريك وتمثلا بحركات قومية سبقت في الغرب فتأسست جمعيات سرية وعلنية في اسطنبول وظهرت جمعيات أدبية في دمشق وبيروت وتمظهر الأمر سياسيا في المؤتمر العربي الأول في باريس عام 1912 ومن الجمعيات الأولى الجمعية السورية وأسسها بطرس البستاني ونصيف اليازجي سنة 1847 والجمعيات العربية السرية في دمشق وبطرابلس وصيدة وجمعيات حقوق الملة العربية وتهتف إلى وحدة المسلمين والمسيحيين وجمعيات رابطة الوطن العربي التي أسسها ناجيب عزوري في باريس عام 1904 وألف كتاب يقضة العرب وجمعية الوطن العربي التي أسسها خير الله خير الله بعد عام في باريس ونشر أول كتاب بعنوان الحركة الوطنية العربية والجمعية القحطانية وجمعية العربية الفتاة والكتلة النيابية العربية وحزب اللامركزية والجمعيات الإصلاحية أواخر عام 1912 في بيروت ودمشق وحلب وحتى في بغداد والبصر والموصل وحزب العهد الذي أنشأه ضباط عرب في الجيش العثماني وغيرها تبلورت فكرة القوميات العربية والأمة الواحدة مع ميشال عفلق وزاكل أرسوزي عبر حزب البعث قبيل منتصف الخمسينيات من القرن الماضي وبعد عام 1952 تنام الفكر القومي العربي عبر النصرية في مصر والبعثية في سوريا والعراق وتصعد حتى منتصف السبعينيات تحية لكم من أجراص المشرق أحييك دكتور شويري أهلا فيك ضيفا عزيزا سيدي شكرا العروبة في بعدها القومي وبعد قرن ونيف من انطلاقتها وبعد مباحثك فيها أين هي الآن؟ العروبة ليست في حركة واحدة بدأت كحركة ثقافية العرب استفاقوا على تراثهم وتاريخهم وحضارتهم وأرادوا أن يعيدوا بناء الحضارة العربية ويبنوا دولة حديثة ضمن هذه الفكرة ولكن كان العرب في معظمهم ضمن إطار الدولة العثمانية ثم استقلوا سياسيا بعد صراع طويل فبدأت العروبة السياسية وفكرة العروبة السياسية أنه ضروري أن يستقل العرب ويبدو دولة حديثة مستقلة وإلى آخره ولكن هذه الفترة استمرت حتى الحرب العالمية السياسية بدأت بعد ذلك ما أسميه العروبة الاجتماعية بمعنى أن العرب اكتشفوا أن هناك من القضايا الاقتصادية والاجتماعية كم منهائل البطالة والتعليم والمواصلات والصحة وإلى آخره وبالتالي أصبحت الاشتراكية هي المسيطرة أنه العرب يجب أن يطبقوا نظاما اشتراكيا عادلا وإعادة توزيع السروة لبناء دولة حديثة يعني حاولوا المزاوجة بين الاشتراكية والعروبة بل الاشتراكية والعروبة ولكن كل هذه الفترة الاشتراكية أصبحت الفكرة المسيطرة للأسف الشديد عدة نكسات منها الانفصال السوري المصري سنة 1961 منها نكسة حزيران يونيو الشهيرة 67 منها وفاة جمال عبد الناصر سنة 1970 ومنها سياسات أنور السادات الجديدة والتي اكتسحت معظم الدول العربية فتحول العرب كليا من مجرى إلى مجرى آخر شو المجرى اللي راحوا إليه؟ المجرى الآخر هو أولا سياسات ليبرالية بمعنى أن الاقتصاد لا يمكن أن يكون اشتراكيا الدول العربية يجب أن تتحارف مع الدول الغربية وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية الدول العربية يجب أن تقيم نوعا من الهدنة أو التصالح أو المساومة أو الاتفاق مع إسرائيل يعني هذه التنازلات سلسلة التنازلات حولت العروبة من إيديولوجيا مسيطرة إلى إيديولوجيا معارضة يعني حولتها من مجنهاش فكري إلى رؤى سياسي صغيرة متنافرة بالعالم العربي تحولت من حاكمة للأنظمة العربية إلى فكرة معارضة للأنظمة العربية يعني بعد هذه السياسات العروبة لم تعد هي التي تدير شؤون الدول العربية إلا في أقطار معينة ولم تكن تطبق عمليا وبالتالي هنا بدأت الفكرة الديمقراطية أن العروبة فشلت في السابق لأنها لم تقترن بالفكرة الديمقراطية وبالممارسة الديمقراطية وبكرة بتفشل الديمقراطية من روحة العروبة غير شكل تاني لا يعني أولا في تاريخ العروبة الطويل لم تطبق فكرة جامعة ووصلت إلى الحكم وتحولت إلى ممارسة يومية يعني الديمقراطية لحد الآن هي فكرة تطبق جزئيا في بعض الأحيان ولكنها لم تستطع أن تتحول إلى حركة جماهيرية في العودة اعتبر الكثيرون أن انطلاقة القومية العربية دكتور الشويري ابتدعها يعني قلتم طلقت بالفترة العثمانية أنه ابتدعها مسيحي بلاد الشام تخلصا من العثمنة وانطلاقا من شعور أقلوي بأنهم يريدون هوية جامعة بدل الهوية العثمانية التي كانت في غطائها إسلامي هذه فكرة شائعة ولكنها ليست صحيحة نعم كيف يعني الذي بدأ فكرة العروبة كان من المسيحيين ومن المسلمين يعني والذين بدأوا بالتنظير للعروبة يعني اخترعوا نظرية العروبة مثل عبد الرحمن الكواكبي ساطع الحسري هؤلاء من عائلات سنية عريقة والذين أسسوا العروبة فعليا كانوا من العائلات السنية المدنية ومن العائلات الشيعية أيضا واشترك معهم المسيحيون ولكن المسيحيين أقلية ولا يستطيعون أن يبنوا تنظيما سياسيا شعبيا وإذا كانت فكرة مسيحية كانت ماتت في المهد لم يمكن أن تكتب لها الحياة فأنا أعتقد يعني يجب أنا أعتقد أنه يجب أن نصحح مفهوم معين إذا كان هناك شخص مسلم وكتب في نظرية النسبية هذا لا يعني أن النسبية أصبحت نظرية إسلامية وإذا رجل المسيحي كتب في القومية العربية لا يعني أن القومية العربية تنتمي إلى المسيحية يعني الشخص له ثقافة معينة ولا تحده ثقافته الدينية ولا هويته الدينية ما قلته أنت تعرف يعني جيدا أنه يتكي على ما رآه الكثيرين خلال درسة يم لعصر النهضة أنه نجيب عزوري البستاني المسيحيين الذين تكلموا بالعربة ولكن هنا أيضا هنا قراءة أن العربة مرتبطة بالدين هذا أيضا ماذا ترى أنت؟ يعني هذا أيضا انطباه خاطئ يعني مجرد أن تقول أن هناك قوما من العرب ليسوا لا ينتمون هم والفرس والباكستانيون والأفغان والإندونيسيون إلى أمة واحدة فأنت تميز هؤلاء أنهم وطنية معينة هذه الوطنية قد تضم مسلمين وتضم مسيحيين وتضم يهودا هناك عدد من يهود العراق مثلا انتموا إلى العربة وتكلموا عن العربة والآن يعدون اكتشاف ثقافتهم العربية فالعروبة ليس لها بعد ديني أو هوية دينية بعدها وطني ثقافي وهي تضم أديان مختلفة ولكنها لا تتنكر للدين بمعنى أنها لا تريد أن تلغي الأديان ولكن تريد أن تنظم الحياة السياسية الإدارية الاقتصادية الاجتماعية وفق نظام عصري لا ينتمي إلى العصور الوسطى سأسألك بعد خليل عن النظام العصري ولكن قبل ذلك يعني ميشيل عفلاق يقول العروبة جسم روحه الإسلام هذا توصيف له للعروبة هذا يعني أو أنه يقول أنه لا يمكن أن تكون عربيا صحيحا إن لم تعيش حياة محمد الداخلية النبي العربي هذا الكلام إذا كان هذا أساس في العروبة معنى ذلك أنه يقصي دينيا المسيحي ويقصي قوميا الكردي والأشوري والشركسي وكل من من إذا كان هذا صحيحا فهو يقصي نفسه لأنه ميشيل عفلاق ليس مسلما ولكن يعني ميشيل عفلاق عبر عن هذه الفكرة ولم يكن واضحا واختلطت عند الناس عدة مفاهيم يعني هناك أماكن أخرى يعبر عن فكرة مناقضة تماما لما تقوده أن العروبة هي روح الإسلام وأن الإسلام هو تعبير عن عبقرية العروبة وبالتالي إذا وضعت هذين النصين جنب إلى جنب تكتشف أن هناك تناقضا واضحا يعني هل الإسلام هو روح العروبة أم العروبة هي روح الإسلام عفلاق لم يكن واضحا وكان غامضا من هذه الناحية ولكن ما أراد أن يقوله وقاله بكل وضوح وأنا ذكرت هذه النصوص أن الدولة الدينية قد فات تاريخها لم تعد صالحة لهذا العصر فأنت إذا أردت أن تبني دولة فهي دولة قومية وعفلاق هو الوحيد الذي استعمله مصطلح العلمانية في عدة نصوص وبكل وضوح وبشكل مباشر وهو الذي يعتبر مؤسس الفكر العلماني الحديث في العروبة ونحن نظلم عفلاق ونظلم العروبة عندما ننسبه إلى فكر آخر نحن لم ننسب العلمانية تعرف أنها في سياقاتها هي منتج نحن نأخذه من الغرب ولكن بما يلائم ويوائم بنانا الاجتماعية ولكن العلمانية غير موجودة عند الأرسوزي لابل أن الأرسوزي سيدي اعتبر أن العروبة يمكن أن تكون حالة تمدين للغرب الأرسوزي يتحدث من ناحية فلسفية يعني الأرسوزي ثقافته فلسفة وبالتالي يجب أن نقرأه بدقة هناك جانب من تفكيره يتعلق بفلسفة اللغة وأنا لا أوافق على ما يطرحه أن اللغة العربية تعكس الواقع مباشرة وتعبر عنه يعني هذه مبالغة ولم تثبت تاريخيا أو علميا ولكن عندما أتى الأرسوزي ليحلل كيفية نشوء القومية نسبها إلى العصر الحديث وقال إن فكرة القومية قائمة على فكرة علمية موضوعية تنشأ من المجتمع وليس من السماء وهي عكس الغيب وعكس الوحي أن عصر النبوة قد فات وكل تفكيره أن الديمقراطية والقومية شيء واحد يعني أن القومية هي التي اكتشفت سيادة الشعب وليس سيادة النبوة أو الإمام أو القوة الإلهية وبالتالي الأرسوزي رجل حديث بتفكيره ولكن يتحدث كما تحدث عفلك بعض الأحيان بغموض وبصعوبة وأنا قد جزأت وفككت تفكيره ووصلت إلى ناحية أن إذا أخذنا هذا كيف يفسر القومية ونشوء القومية نستطيع أن نقول أن الأرسوزي في هذا التفكير لا يمت إلى الأرسوزي في فلسفة اللغة نعم ما العروبة الثقافية إذن؟ أنت تتكلم يعني ترصد قلت هناك عروبة سياسية ووضعت لها الفترة الزمنية التي قلت عنها العروبة الثقافية ما هي؟ العروبة الثقافية هي التي اكتشفت الهوية العربية يعني نحن نعتقد أن العرب كانوا دائما موجودين وتاريخيا هناك جماعة عربية ولكن الوعي بالهوية العربية كهوية قومية أو وطنية وعي حديث يعني في العصور الوسطى أو عند نشوء الإسلام كان الوعي إسلاميا أو كان الوعي يتمحور حول القبائل ولم يكن هناك شعور وطني الشعور الوطني هو يعني العالم الحديث وليس العالم المتوسط أو القديم وبالتالي العروبة الثقافة هي العروبة التي اكتشفت الهوية الوطنية للعرب بمعنى أن صنعتها أسستها متى بدأت برأيك؟ هذه من أواصل قرن التاسع عشر بدأ عدد من الأدباء المسيحيين والمسلمين يعني حتى محمد عبدو هذا الإمام الديني الذي يمجد الإسلام ليلة نهار ولكن كان يقول أن الإسلام هو عربي والعرب يجب أن يكتشفوا وحدتهم ويعدد الدول العربية واحدة بعد الأخرى كما عددها عبد الناصر وكما عددها البعث وبالتالي كان هناك اعتزاز التغطاوي في مصر مثلاً كان عنده اعتزاز بأصله العربي يعني هذه تستحق دراسة معمقة كيفية إعادة اكتشاف الهوية العربية والثقافة العربية في نطاقها الحديث وبالتالي هي نفسها ليست تاريخاً وليست تراثاً هي إديولوجيا حديثة نعم يعني اكتشفوا الأمجاد العربية بمعنى الصفات العربية الحميدة يعني بقول لك العربي الشجاع العربي الصديق العربي الكريم العربي المقدام يعني كل الصفات والمناطب الحميدة نسبوها إلى العربية ألا يوجد مبالغة في هذا يوجد بس كانوا يصنعون هوية جديدة نعم وبالتالي تبالغ عندما تحاول أن تصنع هذه الهوية وأنت أيضاً طلعت بمصطلح العروبة الجديدة يعني وكأنك تقول فيما تقول أن هناك عروبة قديمة قد ذهب أوانها وحال لونها ما العروبة الجديدة دكتور إشفالي؟ يعني أعتقد أننا وصلنا إلى فترة تاريخية مختلفة كلياً عن السابق وبالتالي تحتاج إلى فكر جديد ومفاهيم جديدة ومصطلحات جديدة ورؤية جديدة للعروبة أنا أعتقد أن العروبة الجديدة والذي يجب أن تفصل وتناقش وتتحول إلى حركة شعبية تعتمد على ثلاثة أشياء الشيء الأول هو الفكر الديمقراطي يعني لا يمكن أن نخرج من هذه الفكرة الآن ومن هذا التنظيم ليس الديمقراطي بمعنى بقى الانتخابات ولكن بمعنى بناء الإنسان الحر والمستقل ثانياً فكرة العدالة يعني هل يجوز أن يبقى العربي محكوماً بأنظمة استبدادية استغلالية لا يستطيع أن يجد لقمة العيش ولا يستطيع أن يجب وظيفة كريمة ولا يستطيع أن يخدم بلاده كإنسان معزز مكرم والفكرة الثالثة هي فكرة العلمانية بمعنى أن هذا المجتمع تحكمه قوانين متساوية لا تفرق بين شخص وآخر وبالتالي هي التي الشعب هو الذي يصنع القانون وهو الذي يطبق القانون وعندما تتغير الظروف يشرع قوانين جديدة يعني لا يوجد قانون يستمر إلى الأبد القانون يأتي ليخدم الإنسان ولم يأتي الإنسان ليخدم القانون هل من عروبة جديدة وحضارية خارج إطار العلمانية ومجرد أن تكون علمانيا معنى ذلك أنك تترك للدين هامشه الروحي فقط هامشه ليس بالضرورة يعني نحن العلمانية القديمة يعني كما هناك عروبات وكما هناك ديمقراطيات هناك عدة علمانيات أني مثلا في فرنسا أتت العلمانية لتحمي الدولة من الكنيسة في الولايات المتحدة أتت العلمانية لتحمي الدين من الدولة بالعكس تماما عندنا عندنا لا نعرف حتى الآن ما الذي نريده بالضبط أنا أعتقد أننا يجب أن نحدد صلاحيات العلمانية وصلاحيات الدين بلنا نروح على فاصل تسمح لنا فكر أعزائي فاصل ثم نعود إلى الحوار مع دكتور يوسف الشويري انتظرونا إذا أحببتم تحية لكم من جديد دكتور الشويري أفردت كتابا عن التاريخ العربي الحديث وعلاقته بالغرب كما أن القومية العربية تأثرت أو تبدت من خلال تجليات الفكر القومي في الغرب كيف تأثرت تاريخ العربي الحديث بنظيره الغربي؟ هناك فكرة شائعة أن بعض الحضارات تقلد حضارات أخرى ولكن أصبح الآن علماء الاجتماع والتاريخ يعتقدون أن هناك حضارة عالمية متفاوتة تدخل المجتمعات على شكل غير متكافئ وقد تفرض فرضا على بعض المجتمعات ولكن إجمالا يعني العرب كانوا مؤهلين أن يكتبوا تاريخهم بالطريقة الحديثة ولكنهم في البداية كتبوه بالطريقة الأديمة كتبوه بالطريقة الأديمة يعني مثلا إذا أخذت جبرتي نعم لرافق الحملة الفرنسية على مصر كان لا يزال يكتب بالأسلوب طبري والمسعودي وهذا الأسلوب اللي هو يسمونه الحوليات أو اليوميات يعني ماذا جرى كل يوم وكأنك تقرأ سلسلة جرائد يومية وليس هناك ربط بين الأحداث أن هذا الحدث قد يستمر أشهر أو سنوات فأنت لا تتابع يوم بعد يوم تحلله كحدث متكامل ومترابط فهذا لم يكن موجودا يعني كان التاريخ يكتب بأنه سلسلة أحداث منفصلة عن بعضها وبأنه يخضع لدورات التاريخ يعيد نفسه أن تنشأ الدولة تتضخم ثم تسقط وتنشأ دولة أخرى وتعيد نفس دورة الدولة السابقة وبالتالي لم يكن هناك شيء اسمه التقدم أنه الناس يتخلون عن شيء في سبيل شيء أفضل وهذا الشيء الذي يتبنونه هو حتما أفضل من السابق فدخلت فكرة التقدم في القرن التاسع عشر أنه العرب يستطيعون أن يغيروا حياتهم ويستطيعون أن يتقدموا ويستطيعون أن يكتبوا تاريخهم بالطريقة الحديثة وهذا الشيء جرى مع معظم الشعوب يعني في أمريكا اللاتينية في الصين في الهند في إندونيسيا فلم ينفرق العرب بهذه المنهج أو بهذا الأسلوب أين تقع العلمانية في التاريخ العربي الحديث من خلال أنا أحب أن أوضح شيء معين حول العلمانية وهو أن العلمانية ليست مجرد نظرية أو فكرة ولكن هي تطبيق حياتي يومي يعني نحن بدون أن نعلن عن ذلك نطبق جزءا كبيرا من العلمانية في حياتنا اليومية في الإدارة في المدارس في البرلمانات في المستشفيات في الأحزاب في طريقة تطبيق العلوم في القوانين التي نصنعها يعني لم يبقى لدينا من القوانين الدينية الفعلية إلا القوانين التي تتعلق بالأسرة وبالأحوال الشخصية يعني الإجرام مثلا لا نقطع الأيدي والرؤوس كما كان يتم في السابق لا نجلد الشخص في السحات العامة إلا بعض ولكن إجمالا لا تطبق هذه الحدود وبالتالي هناك تبني متدرج لبعض القوانين والممارسات العلمانية ولكن العلمانية هي شيء متكامل ويجب أن يكون متكاملا بمعنى أن تفهم أنك أنت سيد نفسك كشعب وتحكم نفسك بنفسك بقوانين وضعية حديثة تصنعها من أجل بناء حياة أفضل وعندما تكتشف أن هذا القانون لا يناسبك تغيره هل ترى مستقبلا للعلمانية في العالم العربي؟ أعتقد أن المستقبل العالم العربي يتجهنه والعلمانية وهناك إماءات وإشارات في معظم الدول العربية توحي أن الناس بدأوا يفكرون جديا في برنامج علماني يعني نكتشف يوما بعد يوم جماعات في تونس في المغرب في الجزائر في العراق يعني مثلا في الموصل في العراق بعد تدمير داعش نشأت جماعة من الشباب تتبنى الثقافة الحديثة والفكر العلماني ويتواصلون عبر وسائل الإعلام الحديثة وينشرون الفكر العلماني وقد تستغرب أن جماعة من هذا النوع تنشأ في مدينة كالموصل الرئيس التونسي السابق الذي توفي فجأة كانت طرحة فكرة مساواة المرأة والرجل في المراس وهذه الفكرة ما زالت مطروحة في تونس وأن تصل إلى هذا لهذه الدرجة من الطرح والوضوح فأنت قد بدأت تطبق العلمانية وتعلن أن العلمانية هي منهاج المستقبل أنا بدي أنتقل على شغلي لبناني بس قبل بدي إليك بما كتبته أنت في السياق العروبي أين تقع الوطنية في العروبي وماذا يربط بين القومية والعلم والدين والسياسة عند العرب لأنهم كما أرهم أنا يعني مخلوطين ببعض بطريقة عجائبي أنت كيف ترهم؟ أنا كفكر فلسفي يجب أن تضح الأمور لدينا يعني نحن مشكلتنا في العالم العربي أننا لم نولي الفلسفة أهمية خاصة أن الفكر الفلسفي هو الذي يعلمك كيف تميز بين الأشياء وكيف تحلل الأشياء وما هو الطريق المناسب الذي يجب أن تنتهجه وأعتقد أن إعادة اكتشاف الفلسفة الفلسفة بكل فلوعها هو الذي يتيح للعرب أن يبدأوا بالتمييز بين ما هو وطني وما سياسي وما هو ديني ولكن لا يجب أن لا نخجل نحن من تاريخنا نحن نفتخر بتاريخنا كما كل الشعوب ولا يجب أن نتنكر لهذا التاريخ ونقول أنه تاريخ مضى أو تاريخ ديني أو لاهوتي أو ما إلى ذلك هناك صفحات مشرقة من التاريخ العربي والإسلامي ويجب أن ننظر إليها بأنها هي تاريخنا ولكن هذا ماضم ويجب أن نفهم الأمور بطريقة تاريخية نقدية فلسفية بمعنى أن نميز ليس بين الدين والسياسة فقط ولكن بين الماضي والحاضر والمستقبل يعني ما الذي مضى وما هو الحاضر وما الذي نريده في المستقبل ما مضى وما هو آت آت نعم اسمح لي بقليل من اللبنانية أنت ناقشت كمال الصليبي كيف قرأت؟ اسمح لي كمان استخدم تعبير اللبنانوية عنده أنا درست الصليبي بتعمق لأنني كنت تعرف من أيام الجامعة ولكن لم أحضر محاضراتي التاريخية ولكن عندما كنت في كامبرج وأكتب أطروحتي عن التاريخ العربي استخدمت الصليبي كأحد مؤرخين العرب فاضطررت أن أدرس كل ما كتبه بالعربية والفرنسية والإنجليزية فاكتشفت أن الصليبي مرة بمراحل يعني لم يكن الصليبي هو الصليبي في كل حياته في البداية تبنى رؤية مارونية أنا آسف لهذا التعبير لا 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 ولكن رؤية هذا تعبير تاريخي بالمناسبة ما له علاءة بالطوائف الذي استخدم رؤية مارونية بحتها أن الموارنة هم الذين صنعوا لبنان ولبنان بدون الموارنة لا يمكن أن يكون وجد بعد ذلك بدأ لوجوده في الجامعة الأمريكية ولسكنه في رئيس بيروت يكتشف اللبنانيين الآخرين ففي البداية اكتشف السنة وبدأ يدخل السنة في قلب الرواية التاريخية اللبنانية ثم في مرحلة الأخيرة من حياته أدخل الشيعة وبالتالي تلاحظ أن تفسيره للتاريخ اللبناني هو تفسير طائفي وهويات تتضارب وتتصارع فيما بينها وبالتالي يغيب التحليل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي إلى حد كبير هو أنت أخذت تعبيرا شاء في موقع قاتل قلت إنه أراد إقناع الموارنة بروايته لماضيهم الصليبي أراد إقناع الموارنة بروايته لماضيهم أولا ما روايته لماضي الموارنة وما الخلال في هذه الرواية دكتور طبعا نحن نأخذ هذا في إطاره التاريخي البحث قطعا يعني هو يعتقد أن المارونية لم تكن جزءا من الكنيسة الغربية إنه هذه أتت فيما بعد هم الذين أسسوا لبنان وبالتالي تفكيروا من هذه الناحية يلتقي مع التفكير الحديث لتفسير نشوء القوميات ولكنه يركز على لبنان هو يريد أن يقول للموارنة أنه أنتم هذا الوطن الذي أنشأتموه لم يكن أبديا أزليا وأنه وجد منذ المجلة الخليقة ولكن هو نتيجة تطور تاريخي وهو شيء حديث وركز أيضا على التحالف بين الموارنة وفرنسا وأنه لو لا فرنسا لم ينشأ لبنان وأزال هذا السحر الغير مفسر للتاريخ اللبناني بصيغته المارونية وحوله إلى تاريخ مدني يمكن أن يكون له صفة أسطورية أيضا ولكنه ينتسب إلى الموضوعية أكثر مما إلى الأسطورة هل من بلد أزلي في التاريخ؟ لا يوجد أزلية في أي بلد البلدان تصنع وهي نتاج تطور تاريخي قد تنشأ وقد تزول أنت كيف تقرأ تاريخ لبنان؟ كيف تفسره طائفيا أم اجتماعيا أم سياسيا؟ أعتقد أننا ظلمنا اللبنانيين بمعنى أنه نسبنا إليهم الطائفية وكأنه اللبناني العادي هو إنسان طائفي ولا يستطيع أن يعيش أن الطائفية جينية جينية وبالتالي هذا مفهوم خاطئ أنه نتوجة طائفية بالوراثة والناس يجبرون على التعامل الطائفي نتيجة وجود نظام طائفي وعندما تزيل هذا النظام تزول الطائفية معه وبالتالي وأعتقد أنه اللبنانيين اكتشفوا بعد مائة سنة من نشوق لبنان الكبير أنهم كانوا يعيشون في نظام لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال ولا بد من إزالته وخبيلوه ميسا وبالتالي أعتقد أننا أخطأنا في تفسير التاريخ اللبناني حتى في المائة سنة الأخيرة بأنه مجرد تاريخ طائفي هذا الشيء الأساسي في كتابك عن الأصولية الإسلامية هل الأصولية الإسلامية دكتور شويري هي رد على القومية والعروبة؟ أتت لأن العروبة فشلت بالمعنى الذي ذكرته العروبة السياسية والعروبة الاجتماعية ولم تحقق طموحات العرب وثم الفكر الاشتراكي عالمياً أصيب بنكسة أو بعدة نكسات وبالتالي ثم زالت الفشية وزالت النازية فكل هذه الأفكار التوتاليتارية الشاملة لم تعد موجودة ولم تعد صالحة فالأصليون حولوا الإسلام إلى عقيدة توتاليتارية مثل الشيوعية مثل النازية تشمل كل شيء وتعالج كل شيء ويجب أن تطبق على جميع الأشياء لماذا يكره الإخوان المسلمون العروبة؟ لا هم لا يكرهون العروبة يعني إذا قرأت حسن البنة نعم ولكن يتوجسون منها هناك طبعاً تناقض بالمفاهيم هم يؤمنون بالدين وأن انتمائك الأساسي والأولي هو للعقيدة وليس إلى الأرض والعروبيون يؤمنون بوطن له حدود واضحة وبالتالي هذا التناقض الأولي ثانياً يعتقدون أن العروبيين يريدون تطبيق العلمانية وبالتالي إزاحة الدين عن الدولة وهذا الذي يرفضونه ويسرون على العروبيين أن يقولوا أننا لسنا علمانيين يعني الصراع العلمانية عند الأصليين تحولت إلى جريمة نعم وهل نزوع بعض العروبيين وهل خوف بعض العروبيين من أن يصمهم الإخوان المسلمين بهذه الصفة جعلهم يذهبون إلى الإسلام ممكن تفسرها بهذا الشكل يعني هناك ناس عن قناعة رأوا أن الإسلام يجيب على عدة أسئلة فدمجوا بين العروبة والإسلام وهناك ناس خضعوا لهذا الإرهاب الفكري وهو إرهاب رهيب بمعنى أنك أنت مجرب عندما تقول أنك علماني هل الحركات الإسلامية المعاصرة وبقليل من الوقت يمكن أن يكون لها وجه قومي أو وجه عروبي هي مضطرة أن تمارس سياسة قومية بمعنى أن تلتزم بحدود دولة معينة ولكنها فشلت في كل الأحوال أعتقد أن الدولة الوحيدة المبنية على فكرة دينية بحثة هي باكستان نعم وباكستان هي أيضا دولة قومية وبالتالي ممكن أن الفكرة الدينية أن تبني دولة قومية ولكن لا تكون دولة ديمقراطية بالمفهوم الذي تحدثنا عنه ولكنها دولة يعني هذا العصر لا يمكن أن تمارس فيه أي عمل سياسي خارج نطاق دولة معينة طيب ما هو البعد التاريخي إذن للأصولية الإسلامية دكتور شويل أنا أعتقد أن الأصولية الإسلامية الآن بدأت بالتفكك والانحصار وبلغت أقصى ما يمكن أن تبلغه مع النصر وداعش والقاعدة وهذه التنظيمات والفكرة الدينية نفسها يعني ليست فقط بين المسلمين بين المسيحيين وبين اليهود وبين البوزيين وإلى آخره لم تعد الفكرة المستحسنة في النطاق السياسي يعني لا تبني دولة حديثة بفكر ديني مهما كان هذا الفكر متنوراً الدين له مجاله وله بعده الروحي والوجداني ولكنه لا يمكن أن يتعايش مع العمل السياسي بمعنى أن يحكم السياسة هذه فترة تاريخية ماضية ولن تعود هل من أفق لأن يكون للعرب دور في العالم المعاصر لأن العالم يتطور بجهة إلى الأمام والبلاد العربية كما ترى في هذا الوضع الذي نعيش فيه ما عدا بعض الارتعاشات في دولة هناك كما ذكرت أو دولة هناك كيف ترى مستقبل العرب والعروبة في العالم؟ أنا أعتقد أن العرب كشعب أو كشعوب هم يتمتعون بالزكاء حتى بالنطج السياسي وبالقدر على العطاء والاختراع والممارسة العلوم والاقتصاد والإنتاج وما إلى ذلك وبالتالي ما ينقصهم هو التنظيم السياسي بمعنى أنه تقيم تنظيما سياسيا ويستمر هذا التنظيم لفترة زمنية طويلة ما ينقصنا هو هذه الديمومة الاستدامة في العمل وإعادة العمل يوم بعد يوم تاريخنا تاريخ الحديث متقطع لا يتجاوب مع بعضه البعض ولا يتواصل مع بعضه البعض ما نحتاجه هو خلق هذا التواصل ونحن لسنا شعبا استثنائيا مثلنا مثل بقية الشعوب نستطيع أن ننتج ونخترع ونقدم أشياء جديدة ومفهوم صراع الحضارات وهي كلمة معممة تستبطن مفهوم صراع الديانات يعني هذه فكرة لا قيمة لها علمية يعني هناك حسب المفهوم الحديث للحضارة حضارة عالمية نعم شاملة قد تتفاوت بين بلد وآخر ولكن لها طابع عام يشمل جميع الشعوب هناك بعض ثقافات مختلفة في اللغة في الأديان في العادات الاجتماعية ولكن الثقافات ليست الحضارة وبالتالي صراع الحضارات هو اختراع يقترب من الأسطورة أكثر من الواقع نعم وقد يكون هناك صراع ثقافات ولكن هذه الثقافات ليست نتيجة بعد طائفي أو بعد مذهبي هي نتيجة الصراع الاجتماعي الاقتصادي السياسي على السروة على الموقع الاستراتيجي على القواعد العسكرية ومصيبة العالم العربي إذا كنت تريد أن تختم هذا الحوار أنه يقع في منطقة استراتيجية من العالم ولا يستطيع أحد أن يتجه له منطقة بركانية أشكرك سيدي تبدو فكرة تجديد الخطاب القومي ضرورية جدا فلطالما قضت الشعارات غير المحققة على الأفكار فكيف إذا باتت الهوية مشلعة ومباثرة شكري للدكتور يوسف الشويري على قرعه أجراس المعرفة معنا لزملائي في البرنامج كل الشكر والمحبة أيامكم معرفة سلام عليكم وسلام لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة